مرض النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبضه الله فيه في أواخر ليالي صفر وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يوما وأول ما بدأ به من مرضه الصداع وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها لما بدأ معه الصداع في رأسه ثم إنه أراد أن يطوف على أزواجه فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة رضي الله عنها اشتد به المرض ولم يستطع أن يكمل طوافه عليهن فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له اشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وبدأت الحمى تشتد عليه وارتفعت حرارة جسمه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا رسول الله ما أشدها عليك أي الحمى فقال صلى الله عليه وسلم إن كذلك أي الأنبياء يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر رواه ابن ماجه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فلما اشتد عليه المرض لم يستطع الخروج إلى المسجد فأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فخرج إلى المسجد متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما وصعد المنبر وخطب الناس وهي آخر خطبة خطبها ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفضل الأنصار رضي الله عنهم وأوصى بهم وفضل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنه أهل للإمارة قصة غير ثابتة وقع في دلائل النبوة للبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للقصاص في خطبته وهي رواية لا تثبت إسنادها ضعيف جدا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يتخذوا قبره مسجدا وأخبرهم أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنى لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم عيدا رواه أحمد وإسناده قوي قال الإمام بن القيم هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يجعلوا قبره مجتمعا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بالناس في المسجد مع ما به من شدة الوجع حتى غلبه المرض وأعجزه عن الخروج شكرا للمشاهدة